اشتركوا في القناة اكيد ده ما يمنعش ان كل ابو وام مازالوا عليهم مسئولية كبيرة جدا في الموضوع ده طب ايه هي حدود المسئولية دي ازاي نقدر نساعد الولاد ان هما يحددوا اهدفهم ويحقق طموحهم بشكل عام وهل المفروض ان طالب في سنوي اصلا يكون عارف وعايز ايه وعايز يدخل كلية ايه وازاي الاهل يكون لهم دور في اختياراته كل ده هنحاول نلقي له اجابات من خلال لقاءنا بضفتنا الاستاذة الاء العطار اخصائي تعديل السلوك اهلا بحضرتك من الوران اهلا يا مارينا ازاي اهلا بيك اهلا يا عمر في الاول كنت عابب اعرف منك هل الفئة العمرية بتاعت السنوية عامة وهي فترة مراهقة هل هو يقدر يحدد الاول اهدافه لنفسه ويقدر يحققها كمان لنفسه ولا هيبقى محتاج تدخل من بابا ومامته يساعدوه في ده بص اقولك على حاجة هي فترة المراهقة بيبقوا مندفعين شوي فدور الاهل في الموضوع ده هو النصح او في الفقرة دي من العمر هو النصح والارشاد مش ان انا هرسم له انا او هحدد له انا هو عايز يعمل ايه فبداية كده الاولاد محتاجين يعرفوا الفرق بين الهدف والنتيجة لان النجاح ده نتيجة الهدف ايه ان انا اتعلم الهدف ان انا ابني بس في الاخر البرودكت اللي عندي او النتيجة اللي عندي هو مثلا ان انا عملت عمره ده النتيجة بس الهدف ايه فاحنا دايما بيقتلط علينا الامر بين الهدف والنتيجة فهو دايما الاهل بالنسبة لهم الهدف انك تنجح مش الهدف انك تتعلم مش بيميزوا لهم ايه الفرق بين الهدف وبين النتيجة اللي احنا طب في هنا حاجة انتي قلت النصح النصح نبقى بقى انهي طريقة لان الحقيقة في بعض الاباء والامهات يعني بيوجهوا الطالب او الابن بقسوة او بطريقة عنيفة او بطريقة اوامر اه وهو شايفين انا بنصحه ده ابني بربيه طب ده صح ولا غلا بس والنصح ما بيختلفش من طفل لمراهق لشخص كبير الطريقة هي اللي بتفرق سماء وارض فانت هتاخد الكلام على نفسك انت لو حد بيوجهلك الكلام كبني ادم كبير وعائل وواعي بصيغة الامر انت هتبقى كاره اللي انت بتعمله انت مش تبقى مش هتتقبله فهو من 14 سنة بالذات المفروض التعامل مع الاولاد يكون بالنصح انا رأيي كذا ووري له ايه عواقب الاراء كلها يعني احنا لو مشينا في الطريق ده العواقب بتاعته كذا ولو مشينا في الطريق ده هنوصل لكذا افهمه ايا كان هو ياخد قرار طبعا طبعا وايا كان الطالب لو هو بيحب ايه وانا فضلت مش مفهمه هو بيعمل كده ليه في نقطة معينة هيبقى حتى الشيء اللي هو كان بيحبه ما بقاش مرتاح وهو بيعمله بقى حسس ان هو مفروض عليه فالهدف ان انا انصحهم وان انا اعرفهم وفهمهم هما بيعملوا كده ليه سنوية عامة بالذات ساعات المذاكرة مبالغ في امرها طبعا وضغط عصبي مش طبيعي فانا لازم افهمه هو بيعمل ده ليه يعني انت لازم تذاكر لازم تذاكر لازم تذاكر ليه وفاغلب الاحوال بيكون عشان تنجح وده مش الهدف يعني هنرجع تاني احوال تانية بيبقى عشان تخش طب زي ابن خالتك وهندسة زي ابن عمتك وده كمان دي مشكلة تانية وعشان انا بقى راضي وده بقى مشكلة اكبر ان انا بربي المراهقين دول ان هما بيسعوا علشان الفاليديشن او ان هما يكونوا متقبلين من حد تاني مش عشان هو عايز يعمل ده مش عشان هو عايز يحقق ده مش عشان هو بيتعلم هو عايز بس ان حد يسقف له طيب تطرقتي لنقطة مهمة قوي اللي هي الفرق بين الهدف والنتيجة فيه ناس بتحط اهداف زي مثلا انا عايز ابقى غني انا عايز ابقى مشهورة فواضح ان ادي نتيجة ده مش هدف طيب ايه هو بقى صفات الهدف اللي يمكن تحقيقه او الواقعي الهدف الواقعي انا دلوقتي بنا قدمة كبيرة انا الهدف كاي ان انا كون بشتغل وبنا قدمة نفعة اضيف للمجتمع ده هدف النتيجة بقى ان انا هيكون معايا فلوس ان انا هكون مشهورة دي نتيجة دي كلها نتائج يعني هبسطلك الموضوع بطريقة تاني احنا لما بنعمل دايت ورياضة وكده اه ده الهدف بتاعه ان انا كون بنا قدمة صحية ان انا صحتي تكون كويسة خسيت بقى بنيت عضلات بقى شكلي احسن دي كلها نتائج مش هو ده الهدف دي كلها حاجات كومليمنتري او زيادات او بالضبط لكن لو انا الهدف بتاعي ان انا مثلا بس يبقى معايا فلوس اول ما هيكون معايا فلوس اللي انا كنت بسعاله وبكتهدله شامل هبطل عملو شامل شكرا